الحلقة التانية من مسلسل اللي لقى الجزء التالت بتبدأ بياسين اللي كان بيتابع وشاكت جدا فيه حلاقة بين والدته وبين اه كريمو شاف الرقم فعلا على وتلعت صورة الدكتور كريم ويسعتها اتصدم ياسين صدمة جامدة ومراوان صاحبه كان جايله بليليا صاحبته وياسين كان بفتكر انها جايله لكن جات لمراوان اه والدكتور كريم كان مزاجه رايق وبيكلم مامته وبيقول لها انا رايح الشغل دلوقتي وتقول له اه تسيب حد ياكل في البيت ده شوية انت مش عايز حد يدخل خالص قلت له انا رايح مع صاحبتي قال لها خلاص اجي ورا وصل كله لا انا هنتمشى وبيكلم صاحبه وبيقول له عن موضوع بتاع شيري بيقول له انت مكبر موضوع هو عامل مخ عيل صغير زي ياسين قال له لازم هو يتعامل كراجل وتكسر الحواجز بينه وبيكلم شيري بيقول له لازم قابلك ضروري النهاردة لاخر لها بكرة قالت له لأ بنهاردة وفعلا كانت بتاخد اشاور ولكن ياسين بيشوف الموبايل بتاعها برسالة الوضس طبعا كان بتمسح على طوله ولكن شاف ايه رسالة بتاع الموقع اللي هيتقابل فيه اه دكتور كريم مع مامته وسجل اللوكيشن وبقول لها رايحة فين قالت له انا رايحة مناسبة كده عند واحدة صاحبتي عند اه نوشكة قال لها خلاص ماشي اخد بالك من نفسك وراحت لكريم فعلا الدكتور واللي كان بيكشف على الحيوانات وقابلته وقالت له يلا انا جعانة جدا وقال لها انا كمان وفعلا مش هو راحه عشان ياكله ببرا ولكن ياسين كان مشهور بقى بالجي بي اس حتى زميله بيكلمه هو مش موجود خالص وبيتكلم كريم مع اه شيرين بقول لها اقولي بقى الجملة قالت له انا بحبك قالت له معيني كل نفسي اسمحها منك الاول لكن مش مشكلة قال لها وانا بحبك كمان ومن غير ليه قالت له انا قلت لك لازم تستحمل ان انا معي بنت وولد اطول مني وانت مش مجبر لها انا باختياري ولكن العلاقة دي انا مش حبيبها انا عايز بقى في وضوح وكل الناس تعرف ايه اللي بيننا وقدم لها هدية وياسين جاله الاوبر طلب اوبر وهو بيلعب مع صاحبه مروان قال له طب انا رايح مشور كده وهجي لك وركب اوبر وراح فعلا الموقع وفعلا هناك كانت الصدمة الكبيرة شاف مام تقشرين مع كريم واتصدم صدمة العمر وبعد يعيط ويكلمها بيقول لها انا نسيت المحفظش وفيها لي طبعا دكتور كريم كان متضايق جدا لانه كل حاجة يسين وقال لها انت عادة متوترة وكل شوية بصة في المغالب بتاعك قلت له انا قلت لك مش هتستحمل والحياة بتاعتنا مش هتنفع قال لها ماشي بس لازم يشيبه في حواجز بينه مش كسر الحواجز كده طبعا اقدم لها هدية ووصل بتاع المطعم او الكافي وفعلا شافهم مع بعض وكانت صدمة العمر صدمة كبيرة جدا وكانوا بتصوروا سيلفي ومبسطين جدا وطبعا هو داخل في نوبة من البكاء جمدة جدا وبيتسب بها بتطمن عليها بقول لها هم تخلصي رواح على طوله كان بيعيط طبعا وقالت له منمت الحنادي ياسين لكن طبعا هو كان منهار مصدوم جدا من اللي شافه وقارف فعلا ان في هلاقة بينهم واخته بتقدم في بتاع المراته ولكن في حاجة غريبة نزمنها ده بيصور كل حاجة اكيد ده هيبقى فيه دور في المسلسل بعد كده وبتأمن وبتأكد وياسين بيروح حمام السباحة بالليل وبيقول وينطف الحمام السباحة بيقول له انا مزاجي كده هنزل في نص الليل اه بتروح لتنوشكة شيري وفرحانة جدا بتقول لها يا كريم اعزي الجواز ازاي اردت لها ازاي اردت لها اردت لها قال لي انا لها قادمة ينفعش تبقى مستخبية ولازم بفوض وهو كده طلب الجواز ما طلبش الجواز كده هو كده كريم واضح اللي انا عرفه انه واضح لو كان عزي الجواز طبعا كريم بيحكي مع صاحبه صاحبته في الموضوع بتعشرين وبتقول له صاحبته اني ده عندها مسئولية ولازم تخاف على مشاعر ولادها زي ما انت بتخاف على مشاعر نفسك فقال لهم انا مش غلطان يعني عشان انا عبيتها ولكن طبعا بتفاهموا الموقف ان الموقفها صعب معها اه ولاد صغير كبار واطول منها ولكن طبعا كريم اه بيبدأ ياسين بقى يعمل اكاونت باسمه واحدة عشان يوقع اه كريم او يعرف اي معلومات عنه وبيكلمه على اساس انه واحدة وبيكلم عشان يوقعه وبيبعت له رسائل على الفيسبوك ولكن دكتور كريم بيقول له اه اه كفاية بقى اه اه اخته بتقدم في الامارات عشان ترسائل في الامارات ودكتور كريم بعد بقول له هارا ما بطلتش اه اه انا عملك بلوك قالت له لا عملك بلوك انت هتشوف اللي يحصل لك وفعلا بعد رسالة اه اه عم فان انزله الاربع كوتشات في الارض وطبعا تلعى الدكتور كريم وكان مدهق جدا من اللي حصل ده وعادي تقول صاحبه طبعا دي اه اه اشرين طبعا كان بتدي الدرس ودخل ياسين وكان متنفس جدا وقالت لك كزا مرة فتحس تسبيان متل بيشيش البلوز دي قاعد له خلاص اغيرها المرة جاء مش ينفع في نص الحصة كان متنفس جدا ياسين وآآ كريم كان بتكلم بقى صاحبه قال له معرفناش الرقم ده ما بحصل لتصالات معرفتوش فانا بيقول له انا شاكك في ياسين قال له ازاي قال له هو اللي عارف كل حاجة كلمة كايرو دي وطبعا صاحبه بيقول له مش ممكن اكيد مش هو مش هيقدر يعمل الحاجات دي لكن كريم فعلا كان شاكك ان ياسين هو اللي بيدور وراه وبيحفر وراه ولكن هيطلع كلمة صح وفي الاخر بيقابلها ضروري بقول لها اه في حاجة غريبة حصلت وبيدوريها الموبايل ويقول لها نشاكك ان ده ياسين ابنك فزاهلت شيرين ونزرت وثابت العربية قال لها متزعليش خلاص لكن هي اصرت وثابت العربية قريت له ممكن معجبة من معجبينك قال لها لا ده ياسين فداقت شيرين ومشت وثابته وكانت شدة جامدة بينهم هما الاتنين وواضح كده ان العلاقة تبقى صعبة بين الاتنين كريم وكان طبعا قاعد يفكر وهي لما وصل فكر بقى تفكير جديد رابي يتصل بالرقم اه اللي هو على الفيسبوك من رقم تاني فعلا ياسين رد قال له قال له ياسين قال له ايوة قال له ممكن انا كريم اه شعلان ممكن نتكلم راجل للرجل ففعلا ياسين الصدم وقفل الموبايل لما تكشف كده كريم كشفه واعرف كل حاجة وياسين اه رجع البيت وكان متنرفس جدا بقول ماما تقول له انت بتقفل موبايل اكلي وتنرفس لها لاب راحتي انا اقفل ما بفلش قال لها مش حسن مكون مصاحب زيك وبدأ الحوار يشتد وقال لها وباخته سمعت الكلام اتلو انت قلت الادب اللي بتقوله ده وبنتنتهي الحلقة على السراعة الشدة دي بينه وبين مامته والها ايوة مامتت من صاحبها راجل اولادها قد اطول منها وصاحبها راجل برة قال لها ايوة انت بتجدبي وطبعا اخت زعائت فيه وفي الاكر ضربته بالقلم ومشي وقال لها خلاص انا مليش لازمة وساب البيت ومشي وفي الاخر الحلقة بتوحدون شرين بنتها وكده كريم ياسين بيبقى اكتشف العلاقة من كريم ومامته وبتنتهي الحلقة على كده وهنشوف الا يحصل في الحلقات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة